بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأشرح لكم من خلاله الطريق التغيير كلمة مرور شباكة الوي fi او الانترنت الخاص بكم. إذا إما عن طريق يعني الروتور الخاص بالشركة او عن الطريق يعني الpointc typically link الي تشوفوه امامكم. إذا اول حاجة هو يجب الاتصال بالانترنت اما عبر هذا يعني الروت Rigsey الخاص بالشركة او عبر typ the link. وبالنسبة لهذا يجب انتصال مباشر بالانترنت عبره. اذا بيمكننا نستعملوا هالكابل اللي كتشوفوه امامكم. ونربطوا مباشرة يعني نربطوا مباشرة هالبوان داكسي مع الحاسوب دينا. ومن بعد نتصلوا يعني بالانترنت عبر يعني الروتور اللي عندكم او عن طريق اي روتور اخر. اذا ثاني حاجة بيمكننا نستعملوا اما الهاتف دينا او الحاسوب دينا. ونفتحوا المتصفح بحث جوجل كروم او اي متصفح بحث اخر. ونكتبو هاد العنوان اللي هتشوفوه امامكم. 192.168.0.1 باش نحصله على صفحة اعداد الروتر. اذا بالنسبة لها الشركة يعطينا فقط ادخال كلمة المرور. وبنسبة لشركة اخرى يمكنني اطلب اسم المستخدم وكلمة المرور. وفي جميع الحالات اسم المستخدم وكلمة المرور هي ادمين. وخاصنا ضروري نغيرها لان اي واحد اعطيته كلمة مرور الويفي. وكي يستفد من الانترنت عن طريق الروتور لها لكم. ره يقدر يدخل صفحة الاعدادات وغير كلمة المرور ديالها وحتى كلمة المرور ديال شبكة الويفي وايضا حتى الاسم ديال الشبكة. ويقدر يدلك من بعض مشاكل ويحرمك من الاستفادة من الانترنت. اذا بعد ادخال كلمة المرور ادمين والضغط على كونيكسيون كنحصله على صفحة الاستقبال. وكنضغطه من بعد لبارامتر. اذا الان اول حاجة نغيره كلمة مرور خاصة بصفحة الاعدادات. ومن بعد نختاره بارامتر السيستهم. ونضغطه على مودو باس. هنا سنكتبه كلمة المرور القديمة. هنا سنكتبه كلمة المرور الجديدة. وهنا سنعود كلمة المرور الجديدة باش نتأكدوا بان ما وقعناش في خطأ. ومن بعد نضغطه على ادخال. اذا لاحظوا ظهرت لنا رسالة افكتية الفوق. يعني كلمة المرور يعني كلمة المرور صفحة الاعدادات تغيرت. وخصطي كلمة المرور لويفي لأي احد ممكن لهش غيرها لانك غيرت كلمة مرور صفحة الاعدادات عضمين بكلمة مرور اخرى خاصة سابق. الان نغيره كلمة مرور الويفي او شبكات الويفي. اذا نضغطه على بارامتر ويفي. اذا هنا في هذا المكان نقدر نغيره اسم شبكات الويفي. انا ما غري نغيرهاش. وهنا نقدر نغيره كلمة المرور. غضي نضغطه على هاد الخانة باش تظهر لنا كلمة المرور. اذا الان نغيرها بكلمة المرور اخرى. انا غضي نحتافظ بها. ونبعد نضغطه على. كي يعطيني هاد الرسالة كتشوفوها امامكم. يعني كي يخبرك بان جميع الهواتف والحواسف متصيلة بهذه الشبكة خاصهم يعودوا يدخلوا كلمة المرور الجديدة باش يقدرو يستفدوا من الانترنت. اذا نضغطوه على وي. ونبعد تظهر رسالة افكتية كما تشوفوها امامكم. يعني كلمة المرور شبكة الوي في تغيرت. اذا كانت هالي هي الطريقة. نظن انها سهلة. وبامكانكم تعودوا هذا الخاص من الفيديو. الان المرور يتغير كلمة مرور. الوين داكسي ووي في. اذا تقريبا نفس الطريقة. اذا الان بعد ما فتحنا متصفح البحث جوجل كروم. اذا غالي نكتبوا هنا مئة نتسعين نقطة مئة مئة نتسعين نقطة نقطة صافر نقطة واحد. او لما خدمت مئة نتسعين نقطة مئة نتسعين نقطة واحد نقطة واحد. لما خدمت بامكانك اكتبوه الرابط التالي. باش تفتح لنا صرف هذا الاعدادات الخاصة بالبوين داكسي. اذا هنا كيطلب مننا اسم المستخدم وكلمة المرور. كالعادة اسم المستخدم وكلمة المرور هي عدمين. وبنسبة لكلمة المرور لما كانتش عدمين تخطيها تكون واحد جوجل ثلاثة عربعة او تخطيها تكون ربعة الاصفر. ومن بعد نضغطه على لوجين. كيطيني هنا واجهة اعدادات البوين داكسي. اذا اول حاجة ان غير اسم مستخدم وكلمة مرور صفحة الاعدادات كما سبقا لو صرحتها بالنسبة يعني الروتور ديال الشركة. ومن بعد نضغطه على سيستيم توز. ومن بعد باس وورد. هنا هنا غدي طلب مني اسم المستخدم الحالي وكلمة المرور الحالية. اذا غدي نكسبهم بجوج. ادمين ادمين. هنا غدي طلب مني اسم مستخدم الجديدة وكلمة المرور الجديدة. ومن بعد غدي نعودها بشي نتأكد بانني ما اخطيتش فيها. ومن بعد نضغطه على سيف. من بعد غدي تتعلق هذه الصفحة تلقائيا وغادي يطلب مني مرة اخرى بشي ندخل اسم مستخدم الجديدة وكلمة المرور الجديدة. والان غدي نغير كلمة مرور اسم كلمة المرور واسم شبكة الوي في. اذا نضغطه على وايرلس. بعد وايرلس سيتينج. هنا لو بغينا نغير اسم شبكة الوي في. نضغطه على سيف. انا ما عليش نغير. اذا الان اغلي نغير كلمة مرور شبكة الوي في. اغلي نضغطه على وايرلس سيكوريتي. هنا اه اه انا بيمكننا نغير كلمة المرور. انا اغلي احتفظ بها. ومن بعد نضغطه على سيف. ا ترجمة نانسي قنقر اكثر شكرا